بعد انقطاع فرضته الجائحة العالمية يتجدد اللقاء بين أصحاب الأعمال وأربع جهات حكومية لمناقشة معوقات القطاع الخاص كان التجاوب مع دعوة غرفة قطر لافتا وعكسه الحضور الواسع لرجال الأعمال ما يرسخ استراتيجية الدولة في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في إزالة أي عقبات من أمام المشاركة الإيجابية والمأمولة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية كان هناك لغاء مع أربع جهات حكومية والقطاع الخاص طبعا مش غلاء الأول بس احنا في الفرط الماضي خفت اللغاءات فكانت اللغاءات مساقرة اليوم استمعنا لأراءة القطاع الخاص والرد من الأخوة في القطاع الحكومي الأسئلة كانت واضحة ومهمة بالنسبة للقطاع الخاص وكان هناك تجاوب وتوضيح لمعظم الأسئلة شهد اللقاء طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من بينها ما يتعلق بتأشيرات رجال الأعمال والإجراءات المتعلقة بالتوقيع على قيد المنشأة وتقديم تسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم استقرارها بالإضافة إلى عرض المنتجات الوطنية داخل منافذ التوزيع وخطة دعم فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تسهيل إجراءات الحصول على التراخيس والأراضي الصناعية اللازمة واستقدام العمالة هذه الاستفسارات وأخرى قابلتها الجهات الحكومية بالرد في جو اتسم بالشفافية والنزاهة والجرأة وهو الأمر الذي استحسنه عدد من رجال ورائدات الأعمال والله الأخوان كلهم صراحة يعني كانت الأسئلة عامة والأمانة يعني كلهم سألوا أسئلة في الصميم لأنه تعرف هموم وشجون رجال الأعمال تقريبا نفس الشي يعني في ظل يعني تحديات اقتصادية في كل مكان في العالم يعني منافسة اليوم قوية في كل مكان يعني ركزوا على أهم التحديات اللي جاءت ما بعد فترة كورونا وما بعد فترة المنديال في كيف ممكن أن تكون لنا استراتيجيات واضحة في إنعاش السوق القطري صراحة هذه الاجتماع يكون اجتماع زين بين رجال الأعمال وبين الحكومة على أساس أن يشوفون وين المشاكل ومشاكل التجار ورجال الأعمال ومع الحكومة في عميلة مساعدة الرجال الأعمال في تطوير وزيادة الشغل والانتاجية في قطر انتهى اللقاء المشترك بطرح عديد القضايا تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها مع تأكيد غرفة قطر على تنظيم لقاء ثاني بمشاركة وزارات وجهات حكومية أخرى لها صلة بالقطاع الخاص نزولا عند طلب رجال الأعمال